زائم الكثيرة التي منيابها تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق إلا أنه ما زال يمتلك خلايا نائمة حضنة لفكره ونهجه الإرهابي ناهيك عن الدعم المالي واللوجستي الذي لا يزال يطلقاه من دول غربية وإقليمية فبعد إعلان الموصل مدينة خالية من الإرهاب بدأت القوات العراقية عملية عسكرية واسعة نطاق لتعقب خلايا التنظيم الإرهابي النائمة شمال شرقي محافظة ديالا قائد عمليات دجلاء الفريق الركن مزهر العزاوي أكد انطلاق العمليات العسكرية في أكثر من منطقة ضمن استراتيجية عمليات دجلاء لتمشيط أي منطقة تنشط بها خلايا داعش الإرهابي النائمة والعمل على استئصال الإرهاب من جهة ثانية أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة صلاح الدين أن ثلاثة من إرهابي داعش بينهم متزعم قتلوا بانفجار عبوة الناس في شرق المحافظة كانوا ينقلونها داخل مركبة إلا أن العبوة انفجرت أثناء مرورهم بمنطقة طيبيجة بين محافظتي صلاح الدين وديالا ما أسفر عن مقتلهم في الحال يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن رسميا في العاشر من تموز تحرير مدينة الموصل بالكامل من تنظيم داعش الإرهابي بعد معركة استغرقت قرابة تسعة أشهر غير أن مراقبين يرون أن المعركة لم تحسن بعد بشكل كامل لوجود الكثير من بقايا التنظيم الإرهابي متخفين في بعض مناطق العراق ترجمة نانسي قنقر